طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهو ازمة عندك خوف على شوية اضطرابات اه شوية عكوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود مشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جايلك ايه تحت الكرت ده القديسة زي ما انتم عارفين وحاكيد حافظتو القديسة بتمثلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليكو فعلا بتمرو بالازمة دي اتنهوا لربنا هو الوحيد اللي هيتم من قلبكو وهو اللي هيخراكم المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا ننعزل شوية مش ننعزل نقعد بس ايه نفكر بهدوء كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محد في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة في حد قريب منك حيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة حيساعدك وحيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي حيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خلصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس ايه حاجة بسيطة ان شاء الله ما هيش حاجة يعني تخوف ما تقلوش ايوة بقى ايوة بقى حالة المادية فيها تطور كوي السياتور يمكن البنزين اللي كان عشرة سايخ ولوين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معاك حالتك المادية بقى فيها تطور وهتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس اين عمليها تكون مرايحة تطور عن اللي انت فيه اي ان كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كثير جدا وكل ما بتبدي كل ما هادين اكتر انت محترف حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العاطفة ده في حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل اي فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى تمشي باحساسك دي مش با دي مش ما تتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتور بين علاقتين يعني محتور بين انت مثلا او انت محتور بين شخصين هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ماينفعش تعد من غير ما تاخد بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده في حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلا ما اظن بالله اعلم ان الحيرة دي ده ما قلتلكوا في علاقة او حتى مش حاجة يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون انت محتور تكمل او ما تكملش محتور تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدلك تتعامل ازاي وزي ما قلناك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المير ركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدنيا هتبتدي تبسحل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الأول فيه شيء هيتغير جواك فيه ده 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 كرت قوي من كروت القوية جدا والكروت الماجر الأساسية في الترو بيوحي بي موت شيء كان عايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت ويحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال للمثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعية انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات قطر فالعجلة هتدور معاك بهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ماينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ماينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش كده انا دي مش طبيعتي فيه حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد strength يا طور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بالدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد كارت ده اسمه strength القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله الطبطب مش لازم يكون بطبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطب على اللي حواليك لا تستعمل معهم دبلوماسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس في ازيتك شوية يا تور شايفة حالة زي ما تقولو مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لا الوقت جي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلاتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمال في شغل لو انتو عارفين الخروجات بتاعة الشغل دي بتقرب الزمال جدا من بعض حتبتدي تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك الجندة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر ثلاثة واكثر حزن ان شاء الله ارية حلوة زي ما قنتلكو يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعدي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ودعيله وهو هيبلك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحلة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسم لك الموقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورج التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يارب تكون عادوية صح مرسية عزق اتمنى تغير حلو وفوك الكعبالة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتتفك بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عمر هو بقى حسب التفاهيل صراحة بس هو الخطة انه هو يوم ايوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا ازبط الريتم ده يا سلوى يا حبيبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انتي خلاص يا عليكم صح؟ طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسة قريب قوي حاضر بعد ما شفت في حاجة جواد غيرت وانا مش جدد من ساعة ما شفت ايه يا حسام هذي من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وحنقولي الحالة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البث ما يخلص هتلاقيني بحطهولك في الصفحة جاهزة مستنياكي قوس ان شاء الله يا ميسة حاضر مرسية مارو عشير تسلم ايبك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عايشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح مرسية بسمة جدا صح اشكولك يا شايماء طبعا ياسيف الاعلم الغيبة الا الله طبعا عنعمة بالله طيب يلا نشوف الحالة العطفية اخبارها ايه يا رب تكون كويسة وانا في حد كمان طور عندي من صحابي يا رب يكون حاجات كويسة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي كمان انت وحشتيني جدا جدا مانا مانا احنا انت سمعت قريتك ولا لا انت قريتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتها والنبي طمانين يقولين انت سمعتها عشان انا مبقيتش فاكرة انا قلتها في انهي لايف بيهم عشان خطفي قوي انك سمعتها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هم كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة مكيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فهمة قصدي ايه القعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليك ودعيلي معاك دعيلي ارجع على التزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور القراية العضفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة هي شفته عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في القراية الجنرال بتاعتك في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينكو حيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب 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 بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا جماعة اه حيرة هي واضحة ده ستار هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شيكك او خطأ منك الله اعلم بس فيه يمكن فيه حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمة تنزح والشمس بصوا التاور عامل ازاي سواد السماء سودة يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع مش ربيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي شايفه هداية من ربنا شايفه حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بصوا جنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا ويد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يتورشل شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا على فكرة شخص كويس